موسيقى بكلينك اليوم موضوعنا الفيلج معنا دكتور رامي خوري اختصاصي اعصاب واختصاصه الفيلج طبيب اعصاب اختصاصه الفيلج بالتحديد ليخدسنا اكتر عن هالموضوع اهلا وسهلا فيك مرسي مرسي دكتور خوري كاختصاصي بالاعصاب هون الفيلج عم نحكي عن عصاب الراس يعني اعصاب الراس هي اعصاب ممكن تكون عم تتعب مع الوقت ومع بتصور تقدم من العمر ولكن كمان بعمر صغير ممكن يكون عنا فيلج لأي سبب من الاسباب بالعمر الصغير فيكون عنا فيلج في كتير عم نشوفه اكتر بين عالم بالاربعين بالتلاتين حتى ولد صغار فيكون عندهم فيلج معظم الفيلج بشوفيهم بعالم اكبر شوي بالعمر بس اكيد عم نشوف الفيلج اكتر واكتر بالصغار او بالعالم يعني حاليا عم تكتر النسب ولا كانت موجودة ما كنا نعرف انه سبب الفيلج باتقيت شغلتين باتقيت شغلتين باتقيت انه اول شغلة عم بتكتر عم بتكتر شوي اكتر بس كمان عم نتعرف علي او عم نشوفه اكتر او عم نعرفه اكتر بوقت اسرع اول شي شو يعني فيلج بالتحديد واعصاب الراس بشو بتكون تأثرت لنوصل لها المرحل بالضبط فيلج يعني وقت الدم ما يغضي يوصل للراس معظم الفيلج بيكون تسكير بشريان الراس وقت يسكر شريان الراس الراس اللي بيوصل علي الدم ما بغضي يوصل علي الدم وبيأثر على العصب وعلى الراس وتدريجيا بيموت وبيعمل عوارض وفيه نوعتين من الفيلج وقت الشريان ينفجر ويعمل الدم بقلب الراس هو النزيف يعني هو النزيف نزيف معظم الفيلج بسبب تسكير او بحصة او تسكير بشريان الراس نفس مشاكل شريان القلب مثلا او اي شريان بالضبط معظم الأسباب اللي بتعمل الفيلج او هي النفسة او كتير مرتبطة بمشاكل اللي بتعمل القلب مثل السكري مثل الضغط مثل الكوليستيرول العالي مثل التدخين هون كلهم كلهم بيأثروا على واحد يصير معه فيلج والشي اللي عم بيصير هو نفسه يعني هالشريان عم بيتأثر بنفس الطريقة مثل الشريان الراس باقي معظم ما بنفس الطريقة يعني بنفكر انه شريان الراس شوي فرق عن شريان القلب بس الطريقة بتصير هي كتير قريبة بيصير تدريجيا بيصير يسكر بيصير هالشريان ينتزع يعني اذا عم نحكي عن كل الاشياء الممكن تأثر يعني صحيا او باللايف ستايل او بالصحة يعني اليومية على شريان القلب هي نفسها كمان تقدر تأثر على شريان الراس بالضبط بتأسع شريان الراس بتأسع شريان القلب بتأسع شريان الكلوي بتأسع كل شريان شريان الاجران شريان الان نفس الشيء ولكن الفرق انه شريان الراس يمكن من لحقة اقل يعني ممكن ان يكون فيه كريز كاردياك ونطلع منه ونرجع نبلش ونرجع نستلحق حاله ممكن يكون فيه وقت بهالكريز بينما نوصل على المستشفى بينما مشاكل الراس وهالفالجة اللي بيكون عن جد بسرعة خيالية بيأسر بالضبط وقت ما يقود يوصل دم على الراس بيصير واحد عنده عوارض والمشكلة انه وتيسكر هالشريان بيصير الراس او المنطقة بالراس مقسب هالشريان بيصير تموت تدريجيا واهم شيء نقدر نفتح هالشريان قسرع شيء ممكن وعادتنا العرم بيصير عندهم عوارض والعوارض هي حسب وين بالراس بتصير يعني اذا واحد عنده تنميل عفرد ميلي من الجسم عنده ضعف عفرد ميلي من الجسم عنده الوش مثلا ملوء عفرد ميلي عنده مشكلة بيحكيه عنده مشكلة بنظره وعادتا هالعوارض بتصير فجأة وعادتا تصير فجأة لازم الشخص او القريب لقله ضغري يقدر يعرف هالعوارض تقدر يخد المريض او الشخص على المستشفى ضغري يخدهم تقدر يفتح هالشريان بسرعة لانه اذا ما نفتح هالشريان بسرعة بسرعة المنطقة بالراس تتأثر وبدأ تموت واهم اهم شي نقدر نقدر نتعرف هالعوارض تنقدر نساعد المريض يعني ممكن من لحظة للتانية يحس الانسان انه في قسم من وجهة وحتى من الجسم يكون عم ينشل بكل بساطة ينشل وعادة معظم العوارض تصير فجأة كثير فجأة مثلا واحد بيكون عم يمشي بحس انه ميلي من جسمه ضافة او مش عم يقدر يمشي بطريقة منيحة او مثلا بيكون مع عائلته عم بيحكي بصير حس انه حكيه تقيل بصير يحس انه بيكون عم بيحكي مع عائلته وعائلته بتنتبه انه حكيه ما بقيته مثل حكيه عادة بيحكيه هيده كلها عوارض فالج وكلها يتعرف عنها ضغرة تقدر يتواجه ضغرة على مسرفة وهيده كتير مهمة ماذا اللي معلومات لازم نعطيها بالمستشفى لحتى اللي يستلحقوا الموضوع السؤال كتير مهم المعلومات هو الواحد لازم يكون يعرف اذا كان على مسيل دم اذا كان على الدواء مثل كومدين اذا كان على دواء مثل بلافكس مثل أسبرين لازم يعطي اذا عامل جراحة جديدة لانه اعطى الدواء اللي ينعطى لفتح الشريان بيسيل دم كتير بقوة واحد تما يكون عنده نزيف اذا واحد عنده فالج بالماضي اذا واحد عنده اذا عنده مشاكل دم اذا دمه كتير ريئ كلهم قصص واحد لازم يقولها لازم يقدر 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 الحكيم يعرف اذا في يعطيها الدواء او ما في يعطيها الدواء المكان اللي بلش يتأثر بالجسم بيعطينا اي انديكيشن بساعد المكان هو العوارد الفالج حسب وين بالراس بتأثر يعني يعني مثلا اذا واحد كان بالميل الشمال من راسه وبدو جسمه من ميل اليمين يتأثر بصير عنده ضعف عميل اليمين بس بنلوق الوش مثلا بصير ما بيقدر يحرك ايدو اليمين ما بيقدر يحرك يعني يعني اي العوارد وين بتصير بالراس بتأثر على عوارد شو هي الاسعافات الاولية يعني اذا بنروح الارجانس مش رح نكون الاختصاصي دايما موجود رح يكون في يعني الاشخاص المسؤولين عن الارجانس هنا او حتى طبيب الارجانس شو اول شغلة ايه بدو يكون اكيد انه نفسه للمريض اما الواحد يدور يتنفس ما يكون عنده مشاكل ما يكون عنده نفسه مؤثر او اذا ما انه واع زيادة تقدر يضلوا يتنفس او بلك يعني يمكن ان الجهاز تنفسه يكون عضو الى عضو الى اثار لا بيكون الراس تأثر لدرجة انه واحد ما بيكون واع زيادة تقدر اما ما يحاوله اهم شيء بالاسعاف الاولى او بمداويات الفالج هو انه واحد يروح ضغري على المستشفى بنستعمل عبارة time is brain يعني الوقت والسرعة هي هنن اهم شيء تقدر واحد يسعف المنطن من الراس اللي عم تتأثر بالسيلين بعدم السيلين وبعدم الدم بالراس ليش هالقدي بسرعة بتصير الاشياء يعني هل تنقول شريان القلب منحس انه في كريز تاخد وقت معك وقت توصل على المستشفى جمالا هلا في اوقات لا بس انه ممكن انه يكون عندك وقت بينما بالراس هالقدي سريعة بتخون الاشياء ايه كمان بالقلب سريعة بس بالراس عادتا بالقلب وهي بيصير معه واجع الصدر بيصير معه ديقات نفس او بنفس الوقت بالراس حسب قده كبر الفالج بيبين بيبين اكتر او بيصير اكتر وكمان العصب بالراس غير العضل او العصب بالقلب الوقت الوقت الاسعاف في الراس اقصر اقصر من طبع الراس من طبع القلب نعم رح نشوف طبعا مين الاشخاص المعرضين وش هي العلاجات بس بعدها الوقف دكتور رامي خوري طبيب عصب اقتصاد سيبي الفالج موجود معنا عم نحكي عن الفالج وصلنا لنشوف مين الاشخاص ياللي هنه اكتر شيء ممكن يكونوا معرضين لهالنوع من المشاكل اكتر عالم معرضين هنه عالم اللي كان معهم الفالج قبل اللي عندون مشاكل قلب بركي اكتر ضعف بعضل القلب او نبض القلب وقتا ما يكون منتظم عالم اللي عندون ضغط العالم عندون سكري اللي عندون كوليستيرول وبيدخنه هولي اكتر اكتر عالم والعالم اللي ما بياخدوا ادوية وقتا لازم ياخدوا ادوية يعني 70% من النيزة او اكتر هاكشي هاكشي اذا عم نقول انه ظغر العمر فكمان يعني اذا التدخين عم بيكون عمره اصغر النساء صارين عم بيدخنوا اكتر يعني اذا عم نحكي على فاتت اخد عشرين او ثلاثين سنة تغيرت كتير اللايف ستايل تغير يعني ان كان عند الامار الصغير او عند النساء فرح يكون كمان هون علي الريت كمان في اوات عادة العالم شوي اصغر بيكون مشاكل بالدم وفي عالم بياخدوا مخدرات هول كلهم في اشياء ويراسية ممكن تأسي اي اشياء ويراسية اي اكيد في اشياء ويراسية وعادة الاشياء الوراسية بتكون معظمة مشاكل بالدم بيكون يا الدم شوي اكتر سميك شوي اكتر سميك بيصير واحد عنده اكتر انه يسكر هالشريين طب يكون في يعني تكثر للدم بمحل معين بيسكر هالشريين وبما انه ما بدك كتير وقت لحتى اللي تكون عم تقطع يعني الدم عن الدماغ لحتى اللي يتأثر بلزبط ما لازم لازم تكون الوقت كتير مهم كنا عم نقول هون شو بيصير يعني اوك تأثر اعدوا من اعضاء الجسم أو حتى ماغ الإرس shackديů من الجسم شو بيصير بالشخص averaveraveraveraver companies شو بيصير بالشخص حسب كبر الفيرج كبر الفيرج يعني عدد الشريين يعني عدده شريين يعني عددak يعني يعذا Prozent شجمان يكبر الشريين لانه اهمية الشريين اهمية الشريين اول الشغلة هي الشريين اكبر ثنالك لما يفوت شب هي شفيه بالراس بسي يصغر إذا تسكر الشريان بالمنطقة الأريبة أو المنطقة الكبيرة بدأت تأثر على منطقة كبيرة من الرأس شو بيصير؟ يعني العوارض فيها تكون من شوية تنميل شوية ضعف، الدوخة، مشاكل وحي يسيطر عيده أو عجره لواحد يغيب على الوعي، يتوفى أو يكون عنده شلال نصفة مثلاً أو شلال بطرف الأدراف يكون عنده شلال بالإيد، بالإجر، ما يقدر يحكي أو ما يسمى باللقوة يعني أنتنا عنا، إذا الوجع فرد مال أو باللقوة، كمان بيصير عنده عوارض النظر في واحد ما يقدر يشوفها فرد مالي، اللي هي مشكلة كتير كبيرة ومشكلة كتير صعبة في واحد مش بس يصير حكي وتقيل، ما يعود يقدر يحكي أبداً يعني ما يعود يقدر يفهم، شو العالم عم تقوله كمان ما يعود يقدر إذا ما سام بده يسمى، ما يعود يقدر يسمى إشياء مثلاً طاولة يسميها شغلتين إذن هون في بارتين الدماغ كمان عم بتنشل بالضبط، هاي دي هاي دي طيب، فإذن العلاجات رح تكون مختلفة حسب الحالة يعني ما في واحد يتنبى شو بيكون الضرر، فما بيتنبى شو بيكون العلاج وإعادة التأهيل، اللي ممكن أن تكون مفيدة أو غير مفيدة حسب الحالة إي أكيد المدوات للفالج هو ثلاث إشياء نعم أول شغلة في الدواء اللي بنعطى بالمرحلة السريعة الوقت أحداً يصير عنده العوارد الفالج وهي دي الواحد الضروري كتير الشخص أو المحبين للشخص وقت يرفع العوارد يقدروا يخطوا المريض يغرق على المستشفى تيحدوا من النتائج تيفتحوا الشريان المدوات القبل الفالج هو واحد إذا عنده سكرة يهتم بالسكر تابولو إذا عنده ضغط يهتم بالضغط تابولو الوئاية الوئاية كتير مهمة الوئاية تبينت أنه كتير مهمة وبينت أنه بتخفف بتخفف الوئاية الواحد يصير عنده فالج بعدين عندك الترابي بعد الفالج تأهيل بعد الفالج اللي هو كتير مهمة اللي هو مجرب نعطيه للمريض أكتر شي قريب للفالج تابولو إذا ما سمالته اليمين ما يقدر يحركه يقدر يتعلم تدريجيا يرجع يعلم دماغه وراسه يرجع يعلمه كيف يتحركه وتدريجيا يتحسن فإذا في أكيب رح يكون عم يشتغل مع الطبيب بهالموضوع بالضبط في أكيب بالمستشفى بيكون الطبيب إذا واحد عنده مشكلة قلب إذا بيساعده حكيم القلب بالراس بيساعده حكيم العصاب حسب إذا واحد مسكر الشريان برقبته بنفتح الشريان إذا كان مسكر أكتر من 70% واحد عنده عوارد في هون الفيزيو ترابي ما عم قولتون ومن الموضوع الثاني في فيزيو ترابي أعطى النقص لتأهيل جسدي نقص ما ثلاث أواصم ثلاث أواصم أول واحدة الفيزيكال ترابي وبعدين عندك الوكيبيشن الترابي وبعدين عندك سبيتش إذا الحكي تبع تأثر النطق النطق التفكير إذا واحد واحد تفكيره فيه تأثر هون حسب العمر بتكون التأهيل أهيان أو أصعب يعني في عمر كبير يمكن بيكون فيه صعوبة لتوصل للشخص بالضبط واحد كل ما يكون أصغر بالعمر كل ما يكون راسه كل ما يكون دماغ ها بالمعظم يعني مش كل العالم هاك بس العادة مثلا الراس أو دماغ تبع الشخص الصغير عنده مقدرة أو الستخدام يتحسن أكتر يعني يعني أوقات من تشوفوا ليد صغار صار معهم تفاليش وتكبروا بالعمر بيعملوا بيعملوا ركوفري فضيعة كتير كتير منيها ما بتعطي أنت بأنه كان عندهم مشكلة هلا كمان بس ما فيه يقول يعني في مش ما فيه يقول فيه عالم أكبر شوي بالعمر كمان عندهم ركوفري كتير منيها هيدا يعني يعطي الفكرة أنه مع تيرابي وأن الإرادة فيها إلى أي دور؟ الإرادة فيها دور بكل شي إرادة فيها دور بكل شي وقتا نشوف مرضى بدهم يتحسنوا هنين أكتر مرضى بيتحسنوا وقتا نشوف مرضى بيشتغلوا على حالهم بيشتغلوا على ضعفهم كل شي بالحقيقة بتحسن استرس قدي له يعني محل خاصة أنه كل شي نحن مرده لسترس بس باللبناني بنقول فلاجتني يعني قد عملتلي استرس سرعا ندفل جانب هالشي صحية هلأ تواحد يقدر يوصف سترس شوي صعبة يعني سترس لألي غير سترس لألي هلأ أكيد الجسم وتكون عند سترس ما بعد يتفاعل بطريقة طبعية طريقة منيحة أو بطريقة يصبح ميكانيزم طبع الجسم شوي شوي أضعف هلأ استرس كسبب ديريكت لستروك صعبة نقال بس أكيد استرس مش منيحة للجسم عرفتي فالجسم عم يتأثر كله سواو الشرايين هي هلأ استرس في على الضغط كتير وحدا يطلع كتير ضغطه يعمل انفجار أو نزيف بالدم استرس مش منيح استرس مش منيح بس غير استرس القصص المدروسة والمعروفة مثل الضغط السكري القلب هيدا كلها كلها لازم نكون هلأ فحوصات ممكن تقول إن هالشخص معرض لفالج ايه الفحوصات هنه فحوصات الروتين السكري الفحوصات الكوليستيرول إذا السكري كتير عالي وهلأ لازم ولكن في فحوصات للشرايين المصرة العلوي حيث في الكاروتد العلوي فحوصات فينا نشوف الشرايين مسكرا أو مفتوح في واحد يعمل ميل للرأس يشوف الشريين للرأس في واحد يعمل ERM أو ARM تقدروا يشوف الشريين للرأس في واحد يعمل CAT scan كمان تقدروا يشوف الشريين وكمان منطلع على القلب بالقلب إندكايتر إذا واحد الضغط بالقلب الضعيف إذا واحد عنده مشاكل بالشريين بالقلب هذا كله مربوط ببعض بما أنه الشريين هي نفسها بنفس الكوين كلها مربوطة ببعض دكتور رمي خوري أهلا وسأل فيك شكراً لوجودك معنا مشاهدينا خلص وقتنا اليوم مع جديد بكرة من المصمع مجموعة جديدة من المواضيع بأنتو في ألايب باي باي